بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الشيخ رحمه الله باب الإلاء والظهار واللعان فالإلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له أربعة أشهر فإن وطئ كفر كفارتي وإن امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول مصنف رحمه الله باب الإلاء والظهار واللعان هذه الأبواب الثلاثة جاء بها المؤلف رحمه الله بعدما ذكر من مسائل الطلاق لأنها إما أن تكون سببا له أو تكون أو تكون في حكمه أو تكون قد عدت كهوة في الجاهلية فالإلاء يفضي إلى الطلاق إن لم يفئ الزوج والظهار كان طلاقا في الجاهلية واللعان يؤدي إلى ما يؤدي إليه الطلاق من الفرق وحل الرباط بين الزوجين ابتدأ المؤلف بالإلاء ولم يعرفه لغة ابتدأ المؤلف رحمه الله بالإلاء وعرفه استلاحا ولم يعرفه لغة فقال رحمه الله فالإلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر هكذا عرف المؤلف رحمه الله الإلاء استلاحا وهذا ما جرى عليه رحمه الله في بعض الأبواب أن يذكر التعريف إذا كان يحتاج إلى تعريف ولا يذكر في ذلك تعريفا لغويا لأنه تمهيد ومقدمة لا تتناسب مع المختصرات فهو يعرف الإلاء عند الفقهاء أو الإلاء في استلح الشارع والإلاء في الأصل مأخوذ من آلة وهو بمعنى حلف لكن في الاستعمال الغالب للإلاء أن يطلق على حلف على امتناع هذا هو الغالب في الإلاء أنه حلف على امتناع أن يمتنع فيه عن شيء وهذا هو المستعمل في هذا السياق فإنه يحلف على الامتناع من وطء زوجته وقد يطلق الإلاء على اليمين في غير ذلك لكن هذا ليس هو الغالب يقول رحمه الله في الإله أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر وهتان الصورتان كلاهما يندرج في معنى الإله لأنه حلف على امتناع الرجل من وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر سواء كان ذلك موق كان يقول سنة أو ستة أشهر أو ذلك مؤبدا كان يقول أبدا أو مطلقا مما يفيد الاستمرار ولذلك في الاختصار أن يحرف الإله بأنه الحلف على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر وهذا يشمل ما إذا حلف على ترك وطئها أبدا وهذا أفضل وأجود في في التعريف اختصارا وإنما أقول الإله آخذ الحكام التي سيأتي ما ذكره مصنف في هذا الباب فيما إذا كان الإله من قادر على الوطء وهذا قيد فإذا كان الإله من غير قادر على الوطء فأصلا حلف أو لم يحلف ولا يقدر على الوطء فسيان وإذلك يشترط في إثبات وترتيب أحكام الإله أن يكون الزوج قادرا على الوطء فإن فعل ذلك وحلف فلا يخلو من حالين القادر على الوطء إن حلف لا يخلو من حالين الحال الأولى أن تطالبه الزوجة بحقها بحقها من الوطء ففي هذه الحال يجب عليه أن يفي عن يمينه ويرجع بالوطء ويضرب له أربعة أشهر كما سيأتي وهذه الحال التي فصل فيها المؤلف وهي محل البحث الحال الثانية وهي فيما إذا لم تطالبه المرأة حلف أن لا يطاءها أبدا أو أن لا يطاءها سنة وسكتت لم تطالبه بشيء فهذا يترك وشأنه مدام أن المرأة لم تطالب فيترك وشأنه فإن وطأ في هذه المدة التي حلف على ترك الوطء فيها حنثوا عليه كفارة يمين وإن لم يطأ فلا كفارة عليه وبهذا يتبين أن البحث في ما سيأتي إنما هو فيما إذا كان قادرا على الوطء وطالبته المرأة به طالبته المرأة بحقها والأصل فيه قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر معنى للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون على ترك وطء نسائهم مدة تزيد على أربعة أشهر لأن الله أمهل المولي أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أي فإن رجعوا فهم أهل لمغفرة الله ورحمته وإن عزموا الطلاق هذه هو الخير الثاني فإن الله سميع العليم ولهذا إذا حلف الرجل على ترك وطء زوجته طالبت وهما أشار إليه بقول فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له أربعة أشهر أي مدة تربص فإن وطئ وهذا هو الفيئة التي أشار إليها قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن فاء فذلك هو المطلوب منه وهو أحب الأمرين إلى الله عز وجل لأن الله تعالى رتب عليهم أغفرة ورحمة ويجب به إيش كفارة يمين يجب به أي به الوطن في هذه الحال كفارة يمين لقول الله تعالى لا يؤخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحيو رقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وذلك قال كفر كفارة يمين كفر كفارة يمين على نحو ما ذكر الله تعالى وإن مضت المدة ولم يطأ وهو مصر على عدم وطئها وهي مقيمة على دعواها يعني مطالبة له بالوطن قيل له إما أن تطأ وإما أن نلزمك الطلاق وهو ما أشار إليه في قوله وإن امتنع يعني من وطئها مع مطالبتها ألزم بالطلاق يعني أجبر على فراقه هذا معنى ألزم بالطلاق يجبره الحاكم على فراقها فإن امتنع من طلاقها قال أنا من امطلق لن أطلق ولن أجامع ففي هذه الحال يطلق عليه الحاكم وهو القاضي إزالة للضر ودفعا للإساءة والمضرة عن المرأة وهذا الطلاق حكمه واجب قد تقدم أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة مستحب ومباح وواجب ومحرم ومكروه ومما نص عليه قالوا وهو واجب للإيلاء أي الأجل الإيلاء إذا أولى على نحو ما تقدم من أنه قادر على الجماع وأن المرأة تطالبه به الأصل في هذا الآية كما تقدم فإن الإيلاء من الأيمان الخاصة بالزوجة فهي يمين خاصة وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته على نحو ما تقدم مدة تزيد على أربعة أشفر فيشمل ما إذا حلف مطلقا أو مقيدا المسألة التي تليها ما يتعلق بالظهار قال رحمه الله والظهار أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته فهو منكر وزور ولا تحرم زوجة بذلك لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآيات فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكين وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور الظهار مأخوذ من الظهر وذلك أن المتكلم به يشبه من تحل له بظهر من تحرم عليه يقول أنت عليك ظهر أمي أي في التحريب والمنع وعدم الجواز هذا وجه تسمية الظهار ظهارا أما تعريفه فقد عرفه المؤلف رحمه الله ببيان القول الذي يثبت به الظهار قال والظهار أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي وهذا أعلى ما يكون من صور الظهار لأنه شبه من تحل له بعظم النساء تحريما وهي أمه ويلحق بالأم من تحرم عليه من محارمه تحريما مؤبدا كأخته وعمته وخالته ونحو ذلك وقوله رحمه الله والظهار أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي أن الظهار خاص بالزوجة فلا يكون في القول لغيرها لأن الله تعالى قال للذين يظاهرون من نسائهم من هنا بيانية فلو حرم أمته مثلا لم يكن ذلك ظهارا بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب تجب فيه كفارة يمين ويأخذ منه أيضا أنه لا يقع الظهار على امرأة لم يتزوجها فلو ظاهر من امرأة قبل نكاحه كان قال فلانا عليك ظهر أمي فهذا ليس ظهارا إنما هو يمين يكفرها كفارة يمين دليل ذلك الآية التي قال الله تعالى فيها الذين ظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لا ولدنهم يقول الله تعالى والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فقوله جل وعلا من نسائهم في الآيات يدل على أن الحكم مما يتعلق بالزوجة على وجه الخصوص وقوله رحمه الله أن يقول لزوجتي أنت عليك ظهر أمي ومثلهما لو شبهها بأمه بدون ذكر الظهر كان يقول أنت عليك أمي فإنه يأخذ نفس الحكم وكذا لو شبهها ببقية أجزاء أمه كان يقول أنت علي كيدي أمي أو كوجه أمي أو نحو ذلك مما يفيد نفس المعنى ويشترط في ذلك أن يقصد به التحريم فانقصد به غير التحريم كان يقول أنت كأمي في الاحترام مثلا وهناك ما يدل على ذلك فإنه لا يعد ظهارا لأن المقصود بالظهار هو تشبيه من تحل له بمن تحرم عليه فيما يتعلق بالنكاح والاستمتاع لا فيما يتصل بالحرمة والظهار وصفه الله تعالى بما يبين شناعة وقبحة حيث قال تعالى في توصيف قول المظاهرين وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا المنكر هو القول الشنيع القبيح وقالوا زورا أي كذبا بل هو من أعظم الكذب حيث شبه من هي حلال بمن هي أعظم المحرمات عليه وهي الأم وبذلك قال المصنف رحمه الله فهو منكر وزور أي أنه من المنكرات المحرمة وهو زور وكذب كما ذكر الله جل وعلا في قوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فالظهار محرم لأن الله تعالى سمه منكرا من القول وزورا وقد كان في الجاهلية يستعمل هذا اللفظ للإخبار بالطلاق فكان الظهار طلاقا في الجاهلية فلما وقع في الإسلام وسأل عنه من وقع منه بيّن الله تعالى حكمه بالعلاة التي أنزلها في سورة التحريب قال رحمه الله ولا تحرم الزوجة بذلك أي هذا القول لا يفيد تحريم المرأة لأنه منكر من القول وزور فلا يرتب عليه أثره في التحريم لكن جعل الله تعالى له عقوبة تمنع من المضي فيه فقال جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا راقبة من قبل أن يتماسى هذا الحكم المترتب على صدور الظهار وذلك بالكفارة التي بيّنها الله تعالى في الآيات قال تعالى فتحوا راقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى ذلكم تعضون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصياموا شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فيطعاموا ستين مسكينة ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب أليم وقد بيّنت الآية الكفارة إلا أن الله عز وجل أناط الكفارة بوصف وهو العود حيث قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا واختلف العلماء ورحمهم الله في معنى العود فقيل معنى العود العزم على جماع من ظاهر منها وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة التي ذكر الله عز وجل هذا المعنى الأول وقالوا في الاستدلال لهذا المعنى قالوا إن الله جل وعلا أوجب الكفارة واشترط أن تكون قبل المسيس قال فتحي رقبة من قبل أن يتماسى فالعود ليس الجماع إنما هو العزم عليه لأن الجماع ممنوع وقيل العود معناه حقيقة للوط ويدل على ذلك أن الله تعالى قال ثم يعدون لما قالوا ثم يعدون لما قالوا للذي قالوا وهو ما حرموه على أنفسهم وعلى كل القولين إذا وجد العود وجبت الكفارة والأقرب من القولين هو القول الأول والله تعالى أعلم أن المراد بالعود هو العزم وأما إذا وقع الجماع فهنا قد استقرت الكفارة في ذمة المظاهر أما العزم فلو عزم ثم نقض عزمه فإنه يختلف عن ما إذا جامع في استقرار الكفارة في ذمته حتى لو ماتت المرأة أو فارقها بطلاق فعلى القول بأن العودة الجماع إذا جامع وماتت وجبت الكفارة إذا جامع وطلقها وجبت الكفارة لأن شرط الكفارة وجد وهو الجماع أما إذا كان المعنى العزم على الجماع فإنه إذا عزم على الجماع ثم لم يأته إما استغرارا في ما عزم عليه أو لفراقها أو لموتها فهذا في ترتيب الكفارة تفصيل نشير إليه إن شاء الله تعالى الدرس القادم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد